ملخص للأفكار الرئيسة لموضوع صنع القرار واتخاذه تحدثنا في الوظيفة الخامسة لإدارة المدرسية ذات الصلاة بعملية صنع القرار واتخاذه عن عدد من العناصر تحدثنا عن أهمية القرار وأهمية القرار في الإدارة المدرسية وتحدثنا عن مفهوم صنع واتخاذ القرار وأشرنا إلى الفرق بين صنع القرار واتخاذه بالإضافة إلى مفهوم عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرار وقلنا أن عملية اتخاذ القرار هي عملية اتخاذ بديل من عدة البدائل أو الاحتمالات لتحقيق هداف معينة أما صنع القرار فهو عمليات فيها تحليل المشكلة القايمة وتحديد البدائل أو الحلول الممكنة وتقديم البدائل لاختيار البديل الأكثر ملاءمة لظروب بيئة العمل ثم اختيار الحال أو البديل الأمثل بمعنى أن صنع القرار هو عملية أعمق من عملية اتخاذ القرار بينما اتخاذ القرار هو عملية من ضمن عمليات صنع القرار تحدثنا عن مراحل اتخاذ القرار وأشرنا إلى ست مراحل قلنا أن المرحلة الأولى تحديد المشكلة أو تعريف المشكلة المرحلة الثانية مرحلة جمع المعلومات وفي المرحلة الثالثة مرحلة تصنيف المعلومات وتحليلها والمرحلة الرابعة مرحلة المفاضلة بين الحلول المقترحة والمرحلة الخامسة مرحلة اتخاذ القرار والمرحلة السادسة مرحلة المتابعة والمراقبة للقرار كما تمت الإشارة إلى عوامل نقاح القرار الإداري بالإشارة إلى ثمانية عوامل الإيمان بهمية المشاركة في القرار وأشرنا إلى إشراك أعضاء المدرسة في دراسة المشكلات وعامل إشراك أعضاء المدرسة في وضع البداية المقترحة وإنه اتخاذ القرار في الوقت الملعب مسألة مهمة وملحة وعامل إعلام المعنيين بالقرار يعني الإعلام كلما كان الإعلام قيد ويوصل المعلومات نازلة وصاعدة بشكل قيد كلما ساعد على اتخاذ قرار قيد وأن تهيأ المدرسية لتنفيذ عملية القرار وأن تقوم القرارات التي يتم اتخاذها وأن يتم الالتقاء بالآباء والمعلمين وكل شركة العمل المدرسي أشرنا إلى ست نصائح لمتخذ القرار بأن يكون هدف محدد وأن يجمع المعلومات الكافية وأن يوسع المشاركة في اتخاذ القرار وأن يطلب عدة بدائل وخيارات لها علاقة بالموضوع وأن يوازن بين البدائل من حيث القوة والضعف وأن يحدد بالاشتراك مع مجموعته الخيار الأمثل كما تمت الإشارة في هذه المحاضرة إلى معوقات اتخاذ القرار وأشأنا إلى خمس معوقات مهمة تعيق عملية اتخاذ القرار أول معيق هي قصور البيانة والمعلومات والتردد وعدم الحسم والسرعة في اتخاذ القرار والجوانب النفسية والشخصية للصانع القرار وعدم المشاركة أو اشراك الآخرين في اتخاذ القرار كما أشرنا إلى خمسة تنبيهات عند اتخاذ القرار وقلنا لمتخذ القرار لا يكون قرارك لدود أفعال غير مناسبة لا تتخذ قرار مجاملة لا تلجل أول حال يخطر ببالك ولا تطبق قرار اتخاذه غيرك لأن ظروفك وظروفه غير متشابهة واستبد من تجارب الآخرين في مجال اتخاذ القرار المدرسي ترجمة نانسي قنقر